موسيقى أعزائي المشاهدين في الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلا بكم في نشرة موجزة حول آخر توقعات المتعلقة بالحالة الجوية لنهاية الأسبوع الحالي بعد الأجواء المستقرة التي عشناها خلال الفترة الماضية تشير آخر التوقعات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان على موعد مع تقلبات جوية كبيرة خلال نهاية الأسبوع الحالي كنتيجة لاقتراب كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال بحيث سيبدأ تأثر عموم مناطق الدولة بالإضطرابات الجوية اعتبارا من يوم الجمعة و يطرأ إثر ذلك ارتفاع كبير على درجات الحرارة كنتيجة لهبوب رياح جنوبية قوية تعمل على إثارة العواصف الرملية و الغبار في معظم المناطق ينتج عنها تدني حاد في مدى الرؤية الوفقية إضافة إلى اضطراب البحر بشكل كبير و تستمر هذه الأجواء خلال ساعات صباح يوم السبت و حتى ساعات الظهيرة تقترب تدريجيا مع ساعات ظهر و مساء يوم السبت جبهة هوائية باردة محدثة انقلاب على الأجواء بحيث تتحول الرياح إلى شمالية غربية و ترتفع نسب الرطوبة و تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض و مع ساعات عصر السبت تتكاثر الصحب تدريجيا في أجزاء مختلفة من البلاد و تتهيأ الفرصة لسقوط زخات من الأمطار و لكن في أجزاء متفرقة من دولة الإمارات و سلطنة عمان هذه الهطولات رغم أنها تشمل مناطق متفرقة إلا أنها قد تكون غزيرة في بعض المناطق و مترافقة مع حدوث الرعد و مصحوبة بتساقط البرد في تلك الأجزاء و يبقى البحر مضطربا يوم السبت بفعل الرياح النشطة التي ترافق وصول الجبهة الهوائية الباردة يوم الأحد يطرأ المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة مع استمرار هبوب رياح شمالية غربية تعمل على استمرار الطراب البحر و يتوقع تكاثر السحب تدريجيا مع فرصة لهطول زخات من الأمطار خاصة في المناطق الشمالية قد يصحبها الرعد و تساقط البرد في تلك المناطق يحذر خلال نهاية الأسبوع من خطر تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في أغلب مناطق دولة الإمارات يوم الجمعة و نهار السبت و أيضا من خطر حدوث مضاعفات صحية لدى مرضى الجهاز التنفسي و مرضى العيون بسبب الغبار يوم الجمعة و نهار السبت أيضا يحذر من خطر اضطراب البحر بشكل كبير أيام الجمعة و السبت و الأحد أيضا يحذر من الاختلاف الكبير في درجات الحرارة ما بين نهار الجمعة و نهار الأحد للمزيد من التفاصيل حول الحالة الجوية تابعونا على الموقع الإلكتروني لطقس العرب أيضا تطبيق الهواتف الذكية لطقس العرب بالإضافة إلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر و يوتيوب شكرا لطيب المتابعة في أمان الله شكرا لطيب المتابعة في القناة شكرا لطيب المتابعة في القناة